بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أرحب فيكم في حلقة إن شاء الله تكون مميزة لكم و لعيالكم مع ضيف يعني مغريب عليكم أكيد إعلامي مميز و صانع محتوى فخم رحبوا باسمي وباسمكم بالضيف للشيخ الأستاذ مشاري العنزي الله يحييك يا أبو عمر أزعك الله خير شكرا على قبول الدعوة الله يسلمك أنا سعيد جدا في هذا البرنامج وعلى فكرة أبو عمر أنا من أوائل الناس الذين كنت تابعك أيام الإذاعة فكنت أستمتع في حديثك فعلت قربي أبو عبد الملك هذه شهادة أعتز فيها و إن صانع النجوم و لك فضل على الإعلام كله وأنا واحد من ضمن اللي تشرفت أني أطلع كضيف وياكم في القنوات السابقة أبو عبد الملك نفس ما يقولون أننا نبندش بالموضوع على طول أنت رجل صانع محتوى ما شاء الله تبارك الله عسى الله ينفع بجهدك و علمك وتصويرك وتغطياتك للعمل الإيقاثي والإنساني و نحن في بلد تبارك الله اللهم لا حسد بلد الإنسانية أبيك تكلمني عن الإعلام بشكل عام بخيرة و شرة من زاويتك أنت كمتخصص أولا أتكلم بالإعلام و أنت موجود أبو عمر أنت ما شاء الله أستاذ في الإعلام أبو عمر الآن خاصة في الوقت المعاصر الآن الإعلام يختلف كل سنة عن سنة يتقدم بخطوات لما نتكلم عن الإعلام بدأنا قبل 20 سنة في الإعلام اختلاف جذري عن الفترة حالية أذكر لما جئنا ندخل في الإعلام في البدايات كان وضع طاولة و كرسي و تقليدي فأذكر جيد قلتنا جماعة خلنا نبدأ في برنامج شوية مختلف عن الأرض الواقع قالوا شوية قلتنا خلنا نطلع من الرطار التقليدي كرسي و طاولة فكان وقتها شنو نسوي شنو نسوي نحن كانت نقلة في البداية كان عندنا برنامج اسمه قصة الأنبياء فقلنا خلنا نطلع إلى بيئة مختلفة تتشابه القصة اللي حدثت فيها كل نبي من الأنبياء فقلنا نطلع نصور يوم في بير قصة يوسف و في السجن يوم في القصر موسى يوم في البر إبراهيم يوم عند السفينة معنوح فطلعنا في شيء غير تقليدي فدائما كل ما تكسر التقليدية في الإعلام كل ما كان عامل الجذب أكثر و الإقناع أكثر عند المشاهد الآن أبو عمر المشاهد يبدأ يقارن قبل كانت قناة وحدة بس وتملي عليه اللي يبي الآن لا التحدي كبير قاعد يشوف أفلام قاعد يشوف نتفلوكس قاعد يشوف هوليوود قاعد يشوف فأنت لما تجي بالنظام التقليدي خلاص أولد صار خلاص شيء قديم هذا شابه فيه فالتحدي كل سنة قاعد يزيد عن القبر طبعا هذا التحدي عند الإعلاميين عند القنوات عند الأسر عند رب الأسرة عند الأبناء تحدي كبير جدا صدق وأعتقد أنت دام أنت بفاصل الإعلامي بعمر ملاحظة الشيء هذا صحيح أن أنت حتى في بيتك تحاول أنك تسيطر على الوضع بحيث أنك لا يشوفون إلا الشيء اللي يتناسب المفيد صدق الإنسان مع قيمنا وعداتنا وتقاليدنا نفس ما تفضلت بعد الملك بصماتك في الإعلام الكويتي واضحة تميزك مع كل المذيعين شيخ نبيل وغيره زوايا كل متابع للإعلام الكويتي يعرف منه الشيخ مشاري العنزي أنت صانع نجوم أنت خلف الكواليس الله ينفع بجهدك وعلمك أنت وزملائك من أصحاب أنا سميه الإعلام الرافع عندنا إعلام رافع وعندنا إعلام خافض للأسف ترون فيه قنوات الإباحية والوصخة والذي بلا هدف لكن إن شاء الله الله ينفع بجهدكم وإعدادكم وإعلامكم أنا سأذهب إلى تميزك في الإعلام نحن بدأنا نتحدث عن الإعلام بشكل عام برامجك كل هذا نوعية لا يوجد لديك شيء تغليدي يا بتركيا يا بأفريقيا أمهاتنا حق أبائنا عن محتوىك اللي بالإعلام المفيد شلون أهم يقدرون ينتقون اليوم يقدرون يحطون ما شاء الله القنوات فل بالبيت دور ولي الأمر والأمهات بشكل عام نعم أن يحطون إعلام مفيد إثراء تلفزيون الكويت يا معود نحن ما نبي يتابعون تلاوة وتجويد طول اليوم لكن خليل يروحون للإعلام المباح الهادف الهادف الرافع ونفس ما قلت لك أبيك تكلمني عن هذه النقطة ولكن بعد الفاصل السريع اللي لازم أنا وياك نروح له خليكم معنا لا تبعدون فاصل سريع وردي لكم خليكم معنا رجعنا لكم بعد الفاصل وحياكم وكل من نظم لنا في هذا البرنامج اليومي وإن شاء الله يكون مادتها بإذن الله تفيدكم وتفيد عيالكم ردينا حق شيخنا المميز والإعلامي الشيخ مشاري العنزي أبو عبد الملك أبو عمر هنا اتفقنا الاتفاق تفضل تصيرها ريحية الشيخ ومشاري العنزي والإعلامي وصانع محتوى وراحق أي رأيه فيك فخليها تنبى عبد الملك أبيك ترد عليه على سؤالي الذي قبل الفاصل أبو عمر كلما كان الوضع التقليدي يصعب الأمر على الولي أمر على التوجيه صحيح لا أعلم أن أفعل شيء الآن يتابعون الحلقة هذه لا أعلم أن المخرج هذا أبو وقف والذي يطالعوني يقول ما فيه وقف صح أو لا صح أنا فقط كسرت قاعدة وحدة حلو كلما كسرت القواعد أكثر في الإعلام كلما صار عامل الجذب أكثر أنا أعطيك نماذج سريع شيء حي لايف شيء حي كلما كان الأمر غير تقليدي كلما جذب أكثر للمشاهد هذا لماذا أقول الكلام هذا أقول هذا الكلام أنه يا جماعة ليس دائما البديل مناسب لأبنائنا ولما نحصر الأسر النبي لا ولا نبي أجيب لهم شيء هادف أجيب لهم شيء هادف لازم يتناسب مع الواقع الآن الواقع نحن عصر السرعة أبو عمر قبل كان في الإعلام الفاصل بعد 15 دقيقة يدرون الطاقم الإعلام الموجودين بعد 15 دقيقة أطلع فاصل صح الآن أنت طلعت الفاصل بعد 4 دقائق صحيح في السوشال ميديا الفاصل بعد دقيقة ما هذا معناته معناته أن المشاهد إذا طالعك أكثر من 4 دقائق سرح وتركك إذا أنت ما عطيته شيء جديد خلاص تركك غير القناة فأنت عامل التجديد مهم جدا هذا واحد رغم اثنين على سؤالك الحل ليس في المنع الذي نعيشه في عالمنا المعاصر في الإعلام الحل ليس في المنع المنع ليس في المنع الحل في العودة إلى الغرص الحقيقي في الأسرة نغذي فيهم الوازع الديني والمراقبة الذاتية وخوف الله عز وجل هذا هو المهم أنا ما أقول الكلام هذا من الاستهلاك العالمي لا من واقع لأن الأسهم أكبر مما يروح بالخرفة ويطالع شيء ولي الأمر ما يدري مهما منعت سهل سهل نحن الآن نظن أننا نفهم في التكنولوجيا عيالنا يطقون عشر صبر بيها هم الأصغار يتوهم عمارهم عشر سنوات خمسة عشر سنة يطقون تفوقوا نعم تفوقوا علينا فالحل ليس في المنع فالإعلام بالرغم من أن هناك مساوء كبيرة إلا أن الحسنات هناك أكبر بكثير بكثير وفائدة أعظم بكثير إذن الأساس هو أن تقرس في أبنائك وبناتك الرقابة الذاتية لله عز وجل نعزز القيم ونعزز مفاهيمنا الشرعية الحلال الحرام العيب أيضا في المباحات في كثير من البرامج نبي عيالنا يتابعونها شيخ لكن هناك شيء أفيد دعني أقول لك مثال أبو فائدة العمل و أقول لك الفواد أنا في واحدة من السفرات باختصار قبل أن يطفح لنا الوقت في واحدة من السفرات رحت إلى كوسوفا كنت في ألبانيا و طلعت من ألبانيا إلى كوسوفا رايح أعين اللوكيشن عشان نصور فيه و جينا هنا منطقة اسمها بريزرين بريزرين في واحدة من ظواحيها قالوا فيه فندق حق وقفي حق الأيتام دعنا أسكن فيه و نرجع نحن رايحين ليلة بس أروح أشوف اللوكيشن و أرجع إلى إلى تيران عاصمة ألبانيا فلما رحنا وصلنا جينا بالليل وصلنا تقريبا الساعة وحدة بالليل و كان يومها برد و ثلوج مترين طول الطريق فوصلت إلى الفندق القديم الخشبي اللي مبنين بطريقة تقليدية و وصلنا عند الريسبشن فقال احنا معي اثنين ألبانيين و أنا فقاعد يقول له نبيني غرف من أسكن فيه قال هذا منين اللي معاكم قال له هذا من الكويت قال له جاي من الكويت أسأله يعرف الشيخ نبيل العوضي هو ما يتكلم عربي قلت له كان يلتفت علي للباني قال لي يا أبو عبد ملك يسألني عن الشيخ نبيل العوضي أنا رايح أصور حق برنامج حق الشيخ نبيل في هذا المكان فقلت له أسأله شالي يعرف ابني العوضي و ما يعرف حتى عربي قال أنا أتابع برنامج له اسمه قصص الأنبياء البرنامج هذا مترجم إلى اللغة الألبانية هم يتكلمون اللغة الألبانية و اللي ترجموها أنا عرفهم و يطلع لي من تليفونه مقطع من السير نابوي اللي صورناه حنا اللي قاعدة أقول لك حنا كسرنا فيه التقليدية و صورناه فقال لي شوف هذا المقطع أنا تابعه و مثل هذا بس للأسف البرنامج ليس كله مترجم عندنا فاستخربت ابو عمر كيف المقطع هذا تأثيره وصل إلى نقطة نحن نهائيا لم أكنت تتصور أنه ممكن أجي ألقى واحد يسألني عن برنامج أنا كنت معد فيه أو مجهز له فشوفوا الإعلام له انتشار كبير لكن أنت إذا كان العامل هذا الإيجابي يبقى أثره و العامل السلبي بعد للأسف ممكن يبقى أثره على طول الحياة يلموني فيك يا عبد الملك بالوقت الجميل دائما يقولون اعدي بسرعة شوفونا بحلقة باتر بإذن الله بموضوع إعلامي هادف و محتوى جديد أبو عمر الشرائك الحلقة الجاية تكلم فيها عن التضليل الإعلامي تم باتر شوفونا فيه التضليل الإعلامي اختيار الضيف شوفكم على خير وهلا هلا باختيار الكلام و المحتوى و الطريقة اللي قالها الشيخ حق عيالنا عسر الله يحفظكم و يحفظ عيالكم تغبر أطاعتكم مع السلام